اللحوم الحمراء سلاح ذو حدين فهي تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية للجسم ومن ناحية أخرى هي مصدر غذائي يحمل في طياته العديد من المخاطر وأثبتت أخر الدراسات أن تناول اللحوم الحمراء قد يضر بالكلة الأمر الذي يزيد خطر الإصابة بأمراض الكلا ومن ثم الفشل الكلوي وقالت باحثة بجميع سنغفورا إن هناك زيادة في عدد الأفراد الذين يصبون بأمراض الكلا على مستوى العالم ويصل كثيرون إلى المراحل المتأخرة من أمراض الكلا الأمر الذي يستلزم غسيل الكلا أو عملية زراعة للكلا وفحص الباحثون بيانات أكثر من ستين ألف شخص وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات بحسب كمية البروتين التي تناولوها وبعد 15 عاما من المتابعة وجدوا أن نحو ألف شخص أصيبوا بالفشل الكلوي ما يعني أن الذين تناولوا أكبر كمية من اللحوم الحمراء كانوا أكثر عرضة بنسبة 40% للإصابة بالفشل الكلوي مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون كمية أقل من اللحوم الحمراء مهبراهيم العربية ترجمة نانسي قنقر